صح 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 مارود أنا آه نستمرين معكم بحلقتنا لليوم من صح صح برعاية أورنج واحنا دائماً بصح صح بنحاول إنن نسلط الضوء على كل ما هو جديد ومفيد وممتع سواء في عمان أو بأي من المدن الأردنية مهرجان لفحيص بدورته السابعة والعشرين لسنة الـ 2018 ومن نجاح لنجاح سنوياً عم بيستقطبوا عدد كبير من نجوم الصف الأول من لبنان ومصر وغيرها من الدول العربية بتنظيم أنا بسميه دائماً دافئ قبل ما يكون تنظيم رسمي أو تنظيم ممتاز هو طبعاً تنظيم ممتاز ولكن هو تنظيم دافئ بتشعر أنك جاي على مهرجان وكأنك داخل على كل بيت بلفحيص اليوم لنحكي أكتر عن مهرجان لفحيص الأردن تاريخ وحضارة بيسعدنا يكون معنا مدير المهرجان السيد أيمن سماوي يسعد صباحك شو أخبارك دائماً أنا بستمتع بلقاءك وبنبسط لأنه أنت شخص بتحكي من القلب وهلأ تحت الهواء قلت لي ما بدي عرف شو الأسئلة أنا ما بحب التحضير بسأليني بزبوط إيش لو حضرنا من خربط من خربط طيب بداية طبعاً نحن نعرف بأنه مهرجان لفحيص دائماً وأبداً عم بيكون برعاية سمو الأمير حسين ولي العهد وبشاهر أيار الماضي طرحته الجدول المتوقع لهذا العميريت تحطنا بالأجواء مين راح نشوف هاي السنة وإمتى راح نطلق المهرجان؟ أولاً ستراها شكراً لحضرتك وشكراً لبرنامجك وشكراً لها الإداة يعني المحطة اللي أنا كثير بتابعها واللي إن شاء الله بكون لها مستقبل كبير إن شاء الله وأنتم من رعاء الإعلاميين أصلاً لمهرجان لفحيص هذا العام بالإضافة لراديو روتانا وراديو فن فإحنا سعداء إن أول مرة نتعامل مع بعض وإن شاء الله بتكون بكورة يعني تعاون مستمر إحنا وإياكم طبعاً إحنا متشرف إنه صاحب السمو الملك الأمير الحسين بن عبد الله ولي العهد المعظم هو رائي وأكرمنا بمنحنا هذه الرعاية الملكية وإن شاء الله نتتكلل بوجوده حسب الماضيات القادمة مهرجان لفحيص هذا العام سيستضيف نخبة من نجوم العرب الأردنيين سواء كان هذا الاستضافة على الصعيد الثقافي أو على الصعيد الفني أو حتى على صعيد الأطفال إذن بتحدث عن برنامج الفني اللي بقام على المسرح الرئيسي هناك طبعاً نصيف زيتون بليلة الثلاث ثمانية بعد الافتتاح بالمناسبة أحكي عن الافتتاح الافتتاح هذا العام بثنين الشهر لكن سيكون بأوبريت ومغناء باسم القدس في قلوب الهاشميين هذا الأوبريت سيكون من كلمات الشاعر رامي اليوسف ومن ألحان المستقار صلاح الشرنوبي أغنية عن التعريف ورح يشارك فيه نخبة من أهم نجوم الغناء الأردني والعربي نداء شرارة طني قطان محمد عساف منال موسى وعد من السعودية الشاب الجلاني يعني فيه خليط من أيضاً من سوريا رح يكون فيه هو خليط من مجموعة فننين عرب سنتحدث أو سنتكلم عن القدس ومعاناة القدس ومدى التقارب وتعرفي بالنسبة للهاشميين الوصاية والقدس يعني موضوع احنا بأهمية كبيرة بثلاث ثمانية نحكو نصيف زيتون بأربعة ثمانية عنا ولي التوفيق بخمسة ثمانية زياد صالح بستة ثمانية عنا ميل حمزين بسبعة ثمانية في عنا محمد خيري وشب صاعد من الأردن اسم عيسى قيصر بتمانية تمانية عنا طبعاً أمير دندن نجم عرب أيضاً نعم وتسعة تمانية عنا مرسيل خليفة بالمناسبة بهذه الليلة يعني احنا اخترناها بالتنصيق هي أيضاً تتناسب مع محمود درويش ووفاة محمود درويش وبالتالي بتعرفي يعني مرسيل معظم غناءه من كلمات هذا الشعر الكبير فراح يعني نحتفل بهذه يعني جاز التعبير بالاحتفال بهذه المناسبة وسنختم بصابر الرباعي من تونس هذا البرنامج إذا منحكي عن البرنامج المسرح الرئيسي الفني احنا شخصية المهرجان هذا العام شهر أبو شحوت المدينة هي رمالله سنتحدث عن هذه المدينة العظيمة هي العاصمة السياسية لدولة فلسطين سيشارك بالأمسي محمد حديد المهندس مع حضر الألقاب رئيس بلدية رمالله معالي إيهابي بسيس وزير الثقافة الفلسطيني بالإضافة ل معالي منذر حددين سنتحدث عن هذه المدينة الرائعة وسيأتونا أخوتنا من فلسطين بمعارض وبأزياء الشعبية اللي بتمثل الحالة الثقافية والتراثية والتاريخية في مدينة رمالله بالإضافة لستكون لك فرقة استعراضية لفرقة الاستقلال الفن الشعبي الفلسطيني ستشارك معنا بأربعة أيام أثناء عروض الفعاليات على المسرح الرئيسي سنكرم بهذا المهرجان وهي العادة التي تدرجت في مهرجان الفحص برعاية دولة معروف البقية سنكرم محفظ الألقاب دكتور داود حنانية سنكرم روان اقتشات سنكرم تغريد حكمة برضو محفظ الألقاب للجميع وسنكرم سلواب وخضروح إحدى المناظرات الفلسطينيات هذا المزيج هذا الفتسيفة الأردنية اللي احنا نعتز فيها طلال حيدر وخضير عبيد شعراء سيكونوا موجودين في مهرجان الفحص سنتحدث الواقع العربي إلى أين المخرج والنائب خالد يوسف من مصر سنتحدث عن الدراما والواقع العربي الفنان الكبير نادر عمران والقديرة سوسن بدل من مصر سنتحدث عن صفقة القرن وما يدور حول هذا المسمى نلقي قدر الإمكان الضوء على هذه الأشياء هناك للأطفال نصيب كبير هناك مصرحية الأطفال فوزي موزي راح تكون موجودة بالمهرجان بداية أربعة وخمسة شهر مهمين هدول بيحبوهم الأطفال مهمين جدا شوي عندهم شماهدية عالية بالضبط بيوم أربعة شهر وخمسة شهر على المسرح الرئيسي الساعة ستة بالإضافة هناك أيضا مسرح القناطر هذا المسرح اللي راح يكون عليه فنانين أردنيين اللوزيين مع الاحترام لهم في هيثم مجرسات في عطلة هنديلة في مجموعة كبيرة مالك ماضي في متعب السقار يعني إذا خانتني الذاكرة ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك أستاذ أيمن هذا وأنت بدكش الأسئلة هذا كيف لو أعطتك الأسئلة طبعا نحن نزعل الجميع أنهم يتابعوا أيضا صفحة مهرجان الفحيس على فيسبوك لأنه بيكون المواعيد واضحة كل التواريخ ثابت والجداول واضحة أنا في نقطة بيهمني كتير نحكي فيها يعني طبعا واضح مش بس من هذه الدورة ولكن من الدورات الماضية لمهرجان الفحيس بأنه مهرجان منوع بيحمل رسالة في تركيز دائما على قضية معينة وعلى رسالة معينة هو أكثر من مجرد مهرجان بيجمع الفنانين مع أنه الفن بحد ذاته رسالة ولكن أيضا أنتوا دائما بتعطوا عمق وبعد آخر للمهرجان بحب أن نوه سيد أيمن لكل الناس اللي عم بتابعونا وللي ما بعرفوا عن كيفية تنظيم مهرجان الفحيس العمل كله تطوعي من قبل أبناء الفحيس وأنا بعرف قديش بتشتغلوا من قلبكم بدون أجندات يعني أنتوا عم تعملوا هذا المهرجان لمدينة الفحيس وبالتالي للأردن بشكل عام سيدتي مهرجان الفحيس عمره فعليا 29 سنة على الواقع 27 لأنه في سنتين مهرجان الفحيس تضامن مع أخوانه في غزة وفي جنين وبالتالي تم إلغاء المهرجان تماما مهرجان الفحيس قائم على العمل التطوعي المطلق يعني بمعنى أنه ولا أحد بشتغل بهذا المهرجان من أبناء المدينة يتقاضى أي مقابل وبالتالي هذا يعني أكون أنا أكثر يعني الشغل مثل ما قلت من القلب يعني مش شغل لأنه أنا مدفوع لي بدي أحلل راتبي لا ما فيه تحليل للقصة هي يعني أنت ما حب أولا حب للبلد وحب للمدينة إحنا منعتقد وعننا إيمان أنه بالثقافة وبالعلم وبالموسيقى منحارب كل أشكال الضرمية منحارب كل أشكال التطرف من النثبت للعالم أنه هذا البلد الصغير بحجمه الكبير بإمكانياته وبأهله بالرغم من كل ما يدور حولنا من صراعات ومن لهيب حارق هذا البلد والحمد لله بقيادة الهاشميين لا زال بلد وسيبقى بلد مستقر بلد مشوع للعلم مشوع للثقافة ومشوع لكل أشكال التنوير اللي إحنا بدنا إياها مهرجان اللي في حيث قام على التطوع مهرجان اللي في حيث يعمل منذ 27 عام بدون وجود مزانية ثابتة يعني إحنا عندما نبدأ نعمل على السنة القادمة منبلش كيف نجيو مصاري يعني كيف نحط البلان المالي بس الحمد لله يمكن لأنه نواية طيبة لأنه في انتماء حقيقي لأنه كنا منكمل بعض مهرجان عبر طريقة 27 ما فيه إذا أي من نكمل بدي يجيو أحد أي من بدي يروع بيت ولا أي من بيستمر بالمهرجان وهذا ممكن أسباب النجاح اللي إحنا منفتخر فيها على مدار هذه الفترة الزمنية إحنا بدنا نتمنى لكم كل التوفيق وأنا دائما مع مقولة ابقوا حيث الموسيقى فالأشرار لا يغنون موسيقى مع عمق تاريخي وتركيز على قضايا أساسية لإلنا كأردنيين وأيضا كعرب هذا هو عنوان مهرجان الفحيس وندعوكم جميعا للمشاركة بفعاليات مهرجان الفحيس زي ما قلت بتقدروا تتابعوا أول بأول كل التفاصيل والجداول على المسرح الرئيسي والفعاليات الأخرى عن طريق صفحتهم على فيسبوك تفضل في ملاحظة أنا بحب أتطرق لموضوع التذاكر وموضوع هذا سريعا مهرجان الفحيس أول هو مهرجان للعائلة مع كل الاحترام لكل التفاصيل وملتزمون التزاما مطلق بهذه المسألة أي حدا بيجي بالعائلة هو مرحب المهرجان الفحيس طرح تذكرة عائلية مهرجان الفحيس لا يهدف إلى الربحية إطلاقا هاي تذكرة الجماعية قيمتها 25 دينار لكل أفراد الأسرة لكل أفراد الأسرة بحضر كل المهرجان يعني بتحكي عن تذكرة بحوالي 40 قرش تحضر مرسيل خليفة فالعنوان هو ليس عنوان مالي يعني هلا فيه تذاكر خاصة بتقدير تدخلين تحضري بقيمة 10 دينار بس فيكي تأخذ دفتر أنتي وزوجك وأختك أو أم أمك أو صديقتك للعائلة تلاتة بدخلوا فيها تلات أشخاص هذل تلات أشخاص بحضروا كل المهرجان بقيمة 25 دينار إذا بتحسبيها يعني رياضيات بنحكي عن ثلاثة وثمانين قرش إذا بتحسبيها مع مصرح القناطر بنحكي عن ثلاثين قرش العنوان الأردن تاريخ وحضارة هو المهم وباقي التفاصيل المالية الإرادات مش إرادات مهرجان اللي في حيث بعلاقاته الممتازة المتسعة على مساحة الوطن الكل عم بيحاول يمسك بإيده لأنه عم بيقدي رسالة وبالتالي بهمنا أكبر ناس تفرح أهم من أنه إحنا بندنا نجيب من كل حفلة يا أيمان بلاك سمعتكم طيبة أيضاً بين الفنانين يعني أنا بحكم عملنا قبلت أكتر من فنان شارك بمهرجان اللي في حيث ودائماً بيشيدوا بيئة تنظيم الرائع أنا بدي أشكرك سيد أيمان سماوي بطلع لكم كل التوفيق وإن شاء الله شاركتنا بين راديو روتانا وعمان تيفي ومهرجان اللي في حيث مستمر وإن شاء الله نشوفكم معنا كل يوم بالمهرجات أكيد لكم مننا كل الدعم شكراً لإلك